أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا نقمان الحكمة أن اشكروا لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال نقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لغن عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكرني ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُمِ ثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرُدَ لِلَّهِمْ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَطِيْفٌ خَبِيفٌ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَعَ نِنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكُ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورُ وَلَا تُصَعِّ الْخَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ كُلَّ مُخْتَالٍ فَقُورٍ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأُرْضُ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتٌ حَمِيرٌ صَدَقَ اللَّهِ الْعَظِيمِ صَدَقَ